تحية طيباليك زياد والكل مشاهدين اسمة الصباحة في القسرين نحن ممكن الحديث بيشكون وغير شوية على خاطر الأزمة اللي تعيشها تونس أزمة المحروقات اللي تعيشها تونس الكل في خاصة المناطق اللي قريبة من تونس العاصمة نحسوا انه فما أزمة بحسب ان يشوفوا فيه في كل المواقع وايضا في التغطية المباشرة ولكن في القسرين فما انفراج خاصة انه كما نشوفوا نحن فيه محطة للتزود بالمحروقات ما نشوفوش فما اكتظار في الوقت اللي نشوفوا انه المحروقات متوفرة بجميع أنواحها يعني هنا القسرين نقولوا انه بعيدة شوية على تداعيات أزمة المحروقات بتونس خاصة انه نعرف ان القسرين منطقة حدودية واغلب الناس خاصة اللي يسكنوا على الحدود يتزودوا مش من محطات التزود بالمحروقات فقط وايضا ميناء المحروقات المهربة من القطر الجزائري وذين اللحظوا فيه موجود على طول المعناها الحدود وحتى في عمق المدن معنا سيد رمزي محمدي كتب عام رئيس الغرفة الجهوية للمحروقات خلينا ندحلوا معا اكثر في تفاصيل لكن نحكو على أزمة في تونسي رمزي مرحبا بك معنا أزمة محروقات في تونس هل أنه نحكو على أزمة محروقات أيضا في القسرين والمناطق المحيطة بالقسرين إذا على سعيد تونس مرحبا بكم إذا على سعيد تونس نجم نقوله فما أزمة أي موجودة الأزمة وزاد عليها الحقيقة اللهفة متاع المواطن الأزمة موجودة وتعمقت أكثر باللهفة متاع المواطن اللي يصبح يخزن في المحروقات على مستوى خزن سيارته اللي كان يستعمل في 20 دينار في الأسبوع واللي عبي في كرابته يخاف في يقول لك مش نبقى بليش بريف اللي ساير المدن الكبرى ممسوسة بالأزمة وتحس اللي فمه أزمة في المدن الكبرى طبعا مدينة بمليون ونصف ساكن مش كما مدينة ب300.000 ساكن مدينة بأسطول في زوز ملايين قطعة مش كما مدينة بأسطول فيه مئة نالف قطعة احنا هنا في الجاسرين الحقيقة التزويد متواصل بريتم معقول طبعا الشركات متعدة الأسماء متعدة فما اللي مخزونها يسمح لها باش تزود بتزويد متواصل فما اللي مخزونها تمس شوية وطاح وولت تزويد صعيب شوية يبقى في المجمل التزويد على مستوى الجاسرين حتى إذا تصير ريبتور ريبتور قسم تاعة نص نهار وتود سويت يصير تزويد المحطات فالدعوة للمواطنين في أنه هاللهفة الزايدة هذية في كل شيء تلهفنا على السميد خبناه اللي نسوس في الديار تلهفنا على الخبز شدينا الصف والخبز موجود تلهفنا في كل حاجة تخرج فيها خبرة متع نقص متع هك شوية المادة عزيزة وهذا تاوى مشكلة صعيدة عالمي معناها نترايثو نتعقلو اللي حاشتو ياخذ على قد حاشتو وبيحاول اللي لابس يعني نقولوا نحن لو محطات يعني العمل امتاحها سير عادي في كامل ولاية لقسرين زادا لحظنا أنه فما توجه للمحروقات المهربة هذا مشكل مزمن من مدة طويلة يعني منه القطاع بصفة عامة وعنده طبعا عنده وزن وعنده باردو مرشي ماخذها يساهم في حلين المشكل صحيح ولأنه بحد ذاته مشكل تبقى في هالأزمة هذه اللي صايرة فمشكون يتوجهلوا ويستعملوا المحروقات المهربة للأسف يبقى نرجع ونقول التزويد المفروض متواصل أنا أمس طلبت السلعة كما طلبت خذيت طلبت كونتيتي معينين خذيتهم ما نعقصوا ليش ستي بريفو ناخذ أمس خذيت أمس ما أجلونيش وقلت لك الشركات متعدة من غير ما نسمي شركة مخزونها يسمح لها باش تخزن كميات باش تواجه بيع الأزمات شركة مخزونها أقل شوية هذا كوين نحسه شوية ديفيرانس بين محطة وأخرى بأن محطة خدمتها متواصلة لأنه مخزونها يسمح باش يخزن والأخرى مخزونها أقل شوية يطيح في أزمة متاع نص نهار شكرا لك سيرامزي على هذه الموطيات كما قلنا أنه التزود تقريبا عادي في كل محطات التزود بالمحروقات أيضا كما قلنا فما تواجل المحروقات المهربة يعني في القاس هي ممكن من المناطق اللي نجم ونحق فيها أنه ما فماش دعيات على معناها أزمة المحروقات بتونس ومازال معناها بتبيعا نشوف هذه محطات عينة من العينات ما فماش اقتراض متوفرة المادة البترولية وبطبيعة إن شاء الله أزمة والتعدي ترجمة نانسي قنقر